صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على سلسلة تشريعات تجرم التركية وتحملها مجازر ارتكبت ضد الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى وقال رئيس الكنيسة يولي إدلشتين إن هذه الخطوة تأتي بمعزل عن العلاقات مع تركيا وإن الأحداث التاريخية لا تخضع مطلقا للعلاقات بين الدول ويأتي هذا التطور في عقاب الأزمة بين إسرائيل والتركية على خلفية أحداث مسيرة العودة أزمات وتوترات سياسية تبيح المحرمات والمحضورات فبعد أن تحفظت الجهات الإسرائيلية عن تداول السياسات التركية الداخلية ها هي تجاهر بذلك في العلن حيث صادق الكنيسة الإسرائيلي اليوم في القراءة الأولى على سلسلة تشريعات وقوانين جديدة تدين سياسة الرئيس التركي رجال طيب أردوغان وتعترف بالمجزرة التي ارتكبتها تركيا في حق الأرمن ليس ذلك فحسب بل إن تشريع القوانين الجديدة يعترف بحق الأقلية الكردية بإقامة دولتهم الخاصة ما لا يعتبر جديدا من وجهة النظر الإسرائيلية لكن هذه المرة تعلن إسرائيل على رؤوس الأشهاد حق الأكراد في بعض المناطق التركية والتي يعيش فيها أكثر من 14 مليون كردي على أجندة الكنيسة أيضا مناقشة مشروع قانون يحضر استيراد الإسمنت من تركيا ما يعتبر مؤشرا سلبيا تجاه العلاقات الاقتصادية التجارية المتبادلة بين البلدين على الرغم من أن مجموعة القوانين الجديدة تعتبر منصفة لبعضهم وخاصة الأقليات الأرمانية والكردية التي تعيش في إسرائيل إلا أن تزامن التوتر السياسي بالتشريعات الجديدة لا يعتبر محض صدفة لآخرين أعتقد بأن مشروع القانون سوف يمرر في نهاية المطاف لأنه صدر عن المعارضة ونحن نعرف بأن الاتلاف الحاكم في إسرائيل دعمه منذ البداية من الطبيعي أن تعترف إسرائيل بالمسبحة الأرمانية خاصة بعد كل ما عاشه الشعب اليهودي من وايلات ولا سيما أثناء الحرب العالمية الثانية من أحداث مشابهة في أعقاب تصريحات أردغان الأخيرة تجاه قطاع غزة والتي تدعم مسيرة العودة الفلسطينية الملحوقة بطرد السفير الإسرائيلي في إثر نقل السفارة الأمريكية من مقرها في تل أبيب إلى القدس والتهديد بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بعد الانتخابات التركية ها هي إسرائيل ترد الصاع صاعين كما يبدو ولعلها تحاول استفزاز الرئيس التركي وتقزيمه